بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عندنا المحاضرة التانية المحاضرة التانية باسم التوزيع القصي المرة اللي فاتت خدنا نبزة زريعة عن التوزيع المنتظم وخدنا ان التوزيع المنتظم احد التوزيعات المتصلة احد التوزيعات المتصلة التوزيع المنتظم او احد التوزيعات المنتصل وان التوزيع المتصل. معناه ان بتاع المتغير العشوائي بياخد مدى من القيم من زيرو لمالة نهاية او من نقص مالة نهاية لمجب مالة نهاية على حسب الدومين او المدى بتاع المتغير العشوائي اللي عندي خلاص كده جماعة النهاردة هناخد نوع تاني من من انواع التوزيعات المتصلة وهو التوزيع القصي. التوزيع القصي هو احز التوزيعات المتصلة. ببعض الكتب او بعض المراجع بتسميه توزيع يبقى التوزيع القصي هو احد التوزيعات الايه? المتصلة. وبعض التوزيعات وبعض المراجع او الكتب بتسميه توزيع احنا عايزين نعرف الصورة العامة للتوزيع. او ده الكسافة الاحتمال بتاع التوزيع. التوزيع القصي اف اكس بتساوي. كي اي قص مينس كي في اكس. الكي ده مقدار ثابت موجب. يبقى تاني الكي مقدار ثابت موجب. والاكس بتتراوح ما بين زيرو لما لا نهاية. يبقى هو التوزيع ده توزيع موجب للتواز. لانه بيتعامل في الجزء الايه? الموجب من خط الاعداد. يبقى تاني التوزيع الاف اف اكس. عبارة عن ايه? كي اي قص مينس كي مضروبة في اكس. الكي ده رقم ثابت. رقم ثابت موجب. اي رقم ثابت ايه? موجب. والاكس ديت بتتراوح ما بين زيرو واحد. لو افترضنا ان الكي بتساوي واحد. يشوف الشكل كده الكي بتساوي واحد معناها ان المدى يبدأ من كام? من واحد لمالة نهاية. خلاص? طيب هي ده اللي كسافة احتمال ليه? لان احنا قلنا اي ده اللي كسافة احتمال لازم تحقق شرطين. من شروط دوال كسافة الاحتمال. شروط دوال كسافة الاحتمال اي ده اللي كسافة الاحتمال لازم تحقق شرطين زي ما قلنا المرة اللي في عطرة وبعيد. ده اللي كسافة احتمال عشان اعتبارها ده اللي كسافة احتمال. الشرط الاول ان الاحتمال عند اي قيمة لازم يكون اكبر من او ساوي واحد اه اكبر من او ساوي زيرو ااسف يبقى دلة الايه الاحتمال عند اي نقطة من نقطة اكس اكبر من كام من زيرو الحاجة التانية ان مجموع الاحتمالات كلها بتساوي واحد اللي هي التكامل احنا هنا بنقول التكامل ايه لان توزيع متصل يبقى التوزيع المتصل بناخد التكاملات لكن في التوزيع المنفصل بناخد المجموع يبقى الفرق ما بين التوزيع المتصل والتوزيع المنفصل المنفصل بقول انه هو المنفصل باخد مجموع القيم او مجموع الدلة هنا باخد التكامل يبقى التكامل هو نفسه علامة المجموع بس المجموع في المنفصل والتكامل في المتصل ولازم اعرف الدومين بتاع التكامل يعني في التوزيع المنتظم كان الدومين بتاعه من ماينس ايه الموجب ايه? او من بي من البي في شكل الدلة التاني اللي هي واحد على بي ماينس ايه? في التوزيع القصي الدومين بتاعه احنا قلنا ده توزيع موجب الالتواء يبدأ من زيرو وينتهي عندي مالة نهاية. خلاص? بالنسبة للشرط الاول عوض عن كيه باي حاجة هتطلع بالتكامل طبعا هيطلع الايه? لها قيمة موجبة. اكبر من او تساوي الزيرو. الحاجة التانية ان مجموعة تكاملات بتساوي كامل واحد. تعال ان كامل من زيرو الانفينيتي كيه الاي قص ماينس كي اكس دي اكس. بخرج الكعمل مشترك. بكامل الدلة القصية. بكامل الدلة القصية. وبرا عن واحد على كيه. يبقى كيه على كيه فيها الواحد. يبقى. حققت الشرط الشرطين بتوعي ده اللي ده للتوزيع القصي او ده للتوزيع اللي بلاس. يبقى هي ده اللي كسافة احتمال. لان الاحتمال عند اي قيمة من قيم اكس اكبر من او تساوي الزيرو. ومجموع الاحتمالات في الدومين بتاعها من زيرو الانفينيتي بتساوي واحد. طيب. العزم الرائي للتوزيع القصي العزم الرائي دوت بناخد قانون طبعا الاثبات مش عليك انت مفروض بس تعرف لي ان العزم الرائي عبارة عن جاما ار زائد واحد على كيه قص ار والجاما ار ديت هناخدها مع التوزيع الجاما بس ناخد فكرة انا جاما ار زائد واحد هي عبارة عن مضروب الار. يبقى لما يقول لي جاما خمسة لكنها مضروب اربعة. جاما ستة مضروب خمسة. جاما عشرة مضروب تسعة. يبقى على طول الجاما بتزيد عن المضروب واحد. يبقى لو عندي مضروب خمسة يبقى الجاما بتاعته كانت كام ستة. لو عندي مضروب سبعة يبقى الجاما بتاعته كام تمانية. وكذا يبقى العزم الرائي بيساوي مضروب او جمع ارزائد واحد على فلو انا عايز الوسط الحسابي بعوض عن الار بكام اللي هو العزم الاول حول الصف بعوض عنه بواحد يبقى واحد مضروب واحد على كي قص واحد يبقى كين واحد على كين طب العزم التاني العزم التاني اتنين مضروب اتنين على طب العزم التالت اتنين مضروب تلاتة على كي قص تلاتة طب العزم الرابع الايه مضروب اربعة على كي قص اربعة خلاص مضروب اتنين باتنين يبقى العزم التاني اتنين على لو انت اخدت ده اسمه العزم التاني عشان اجيب التباين يبقى العزم التاني حولها الصفر نقص العزم مربع العزم الاولاني وده اللي عليه يبقى العزم الايه? التاني تاني نقص العزمоду مربع العزم الاولاني يبقى لما قول الاتنين على نقص واحد على كيل كل primitive يطلع واحد على كويه انت مفروض تحفظ لي الوسط الحسابي بتاع انا هقول لك الوسط الحسابي للتوزيع الاصي كام? هتقولي واحد عليك ايه? هقول لك التباين بتاعه كام? هتقول لي واحد عليك سكوير. لكن الازباتات مش عليك. طيب معامل للتواء في التوزيعействي باربعة معامل للتواء في التوزيع الاصي كام باربعة? واحنا قلنا هو توزيع مجب للتواء في بداية الكلام. يبقى المعامل للتواء لازم اكبر من زيرو لانه هو توزيع بيتكلم في الجزء الايه? المجب بس من خط الاعداد. معامل للتفارطح تسعة. وده اكبر من تلاتة يعني معناه ان توزيع مدبب. يبقى توزيع توزيع البلاس او التوزيع القصي. وسطه واحد على كي. تباينه واحد على كي سكوير. التواء واربعة تفرطوحه تسعة. ممكن اجي اسألك اقول لك والله دي ده للتوزيع القصي. واجب لك الكي. الكي مسلا بتلاتة. واقول لك. هذا للوسط. والتباين. وللتواء والتفرطوح. وللتواء والتفرطوح هيبقى كام اربعة وكم وتسعة. لكن الوسط الحسابي واحد على كي والتباين واحد على كي سكوير. يبقى تاني. الوسط واحد على كيه. التباين على كي. اللي التواء اربعة التفارطح تسعة وبكده نكون خلصنا التوزيع القصي وهو تاني توزيع متصل. اشوفكم المرة الجاي على خير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.